خطة مباراة السوبر الافريقى امام الزمالك تبدأ من بكرة يلا بينا نبدأ حلقتنا قبل ما نبدأ الحلقة بنبدأ دايما نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب فك الكرب لإخواتنا ما تنسوش الدعوة ليهم دعمك لنا أكيد بيسعدنا يلا بينا نبدأ الحلقة قبل ما نتكلم عن النادي الأهلي وتشكيل مرسيل كولر لمباراة بكرة ان شاء الله امام جرمهية وخطته لمباراة السوبر الافريقى امام الزمالك والوافدين الجدد وإشراكهم في المباراة حابب بس أتكلم في نقطتين مهمين جدا أحمد شبير في قناة النادي الأهلي وحسين الشحات واللي كتبوا على صفحته حسين الشحات أولا هو خلاص مسح البوست اللي كتبوا بس أنا حابب أقول لحسين الشحات يا حسين ما تحاولش لو أنت لك رأي أو لك وكة نظر في أي حاجة تحاول أنك أنت تفرضها عن ناس ما تحاولش أنك أنت تبقى زي الناس اللي لقبت بنغمة أحمد رفعت الله يرحمه وتستغلها في كلام عن واحد صاحبك اسمه أحمد فتوح قطع راجل لأشلاء وهو سيق بسرعة جنونية أحمد فتوح اللي عليه 43 مخالفة قبل الحادث ده بسبب السرعة الجنونية اللي بيسوق بيها يا ريتي حسين الشحات بلاش بلاش الكلام ده بلاش تفرض رأيك عن ناس كلم صاحبك في التليفون دعمه براحتك زي ما أنت عايز أنت راجل شايف أن صاحبك هو الأهم في الدعم من ناس فقدت الراجل العائل ليهم زوجة وأبناء وإخوات الراجل اللي فقدوه فجأة كده في لحظة بشكل بشع زي ده ودي حاجة ممكن تحصل معانا كلنا لكن اللي مش بيحصل معانا الطريقة والفحوصات اللي اتعاملت لفتوح وهو سايق كان شارب إيه وكان واخد إيه وكان عامل إيه بالزبط والسرعة اللي كان سايق بيها فخيرا فعل حسين الشحات إن هو مسح البوستل ما كنت أتمنى إن هو ما كانش يكتب الكلام ده من الأول النادي الأهلي لازم يكون فيه صرامة شوية في التعاون مع اللعيب على السوشيال ميديا لأن دي تعتبر منصات إعلامية دلوقتي ما تعتبرش صفحة شخصية لللي يعب ويكتب اللي هو بمزاجه ويكتب اللي براحته حتى لو أنت عايز تدعم صاحبك وتكتب حاجة بسيطة اكتب عن نفسك أنت ما لكش دعوه بالجمهور جمهور الأهلي هو اللي هاجمك جمهور الزمالك كان مبسوط من اللي انت كاتبه جمهور الزمالك دلوقتي اللي عامل نفسه شريف علينا وبيقول أيوة ونتعاطف وما نتعاطفش كان قاعد فترة طويلة جدا وكابتن محمود الخطيب بيتقال عنه أبشع الألفاظه وأبشع الكلمات هو وأهله وأسرته ورغم ذلك جمهور الزمالك كان مبسوط وبيقول أيوة ده إحنا عندنا الأسد عندنا الأسد فياريت ما تمشوش وراء نغمة جمهور الزمالك اللي بيدعم لعبته في الصح والغلط النقطة التانية حابب أتكلم عن أحمد شبير ووجوده في قناة الأهلي والكلام عن وجود كابتن سيد عبد الحفيز أنا يمكنه الرأي مختلف شوية انت عارف أن وجود أحمد شبير في قناة النادي الأهلي مش هيخليه يتشاف بالشكل الكبير مش هتخلي كلمته توصل لعدد أكبر من الناس زي ما كان موجود في قناة تانية قناة حيادية مش قناة فقاوية فالقناة الفقاوية بتحجم الإعلام ما كانت قدراته شوية كنت أتمنى أن أحمد شبير يكون موجود في قناة تانية القناة الكتيرة اللي انتوا عارفينها بقى مش شرط يعني القناة إياها بالزبط يعني أو هي بالتحديد ولكن أنا شايف أن برضو كابتن سيد عبد الحفيز يستحسن يستمر في مكانه تأثيره هيكون أكبر لما نلاقي حد بيتكلم بشكل معين ودول ما أكثرهم يعني اللي موجودين في الساحة الإعلامية اللي هم بيهدوا في ناديك دايما وباستمرار لما تلاقي واحد زي سيد عبد الحفيز موجود في القناة دي وبيرد عليهم وبيبقى لي صادة واسعة وبيعرف يسكتهم إزاي أتمنى أن سيد عبد الحفيز يفضل في مكانه وبلاش يتم العرض عليه أو يضغطوا عليه أنه هو يكون موجود في قناة النادي الأهلي مهما كان مش هيقدم لك اللي بيقدمه وهو بره قناة النادي الأهلي وأنا عارف أنا بقولك إيه مباراة بكرة بقى إن شاء الله هي دي البروفة الأخيرة قبل مباراة السوبر الأفريقي هل هتشوف أشرف داري في مباراة السوبر الأفريقي هل هتشوف عمر الساعي هل هتشوف تغييرات في الأداء تغييرات في اللعيبة رضا سليم مثلا فيش حاجة من الكلام ده هتحصل المباراة غالبا هتبقى بنفس الشكل بتاعها تشكيل بتاع المباراة الأولى أمام جورمهية هتبقى هي بنفس التشكيل في مباراة بكرة السابت إن شاء الله هتبقى هي بنفس التشكيل في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالي عمر الساعي كده كده مش موجود في المباراة التمهدية لدورة أبطال أفريقي لأنه تسجل بعد 31 أغسطس في قيمة الفريق ولكن حتى لو ده هيكون سبب إن هو ممكن يكون موجود أنا بقول لك لا مش هيبقى موجود كولر مش بيدي الفرص بسهولة خصوصا لو لعي صغير في السن حتى لو لعب انت دافع فيه 50 مليون جنيه مليون دولار برضو مش هينزل بيه أو هيبدأ بيه رغم اهتمام مرسل كولر باللعب بس مرسل كولر مش هيضحي بنسجام الفريق وبالضغط اللي بيعمله بنسجام خط الوسط مع الدفاع مع الهجوم عشان يجرب لعب زي عمر الساعي في مباراة مهمة زي مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك هتقول لي طيب أشرف داري هقول لك أشرف داري لعيب الفترة الأخيرة ما كانش بيشارك بشكل أساسي مع الفريق الفرنسي شارك في مباراة كتيرة بس في الفترة الأخيرة بتاعته ما كانش موجود بشكل أساسي مع الفريق لذلك أشرف داري حتى لو جاهز فنيا وبدنيا بعد نادي الأهلي هيبقى موجود ممكن دكة لكن هيتغير في شكل الفريق بوجود أشرف داري الموضوع ده لسه مش متحدد بشكل كبير وإن كنت أنا شايف أن غالبا لا ممكن أشرف داري ما يبدأش مباراة السوبر للأفريق ان شاء الله بسبب غيابه عن المباراة الأولى والمباراة التانية وتجهيز مرسيل كولر لشكل الفريق والانسجام والضغط اللي احنا شفناه في المباراة الأولى كان واضح جدا من مرسيل كولر هو بيضغط في المباراة الأولى مباراة الزهاب ان هو بيدرب فريقه على الشكل ده أمام الزمالك في مباراة السوبر لأن فريق جورماهيا انت لو لعبته بنص الفريق اللي راح لعب لعب المباراة الأولى في كينيا كنت ممكن بالعكس انك انت تفوز برضو تفوز واحد تفوز اتنين مش مشكلة وتخرج واحد صفر حتى تخرج تعادل ولكن كان واضح جدا من الضغط العالي اللي كان بيعمله لعبت الأهلي على لعبة جورماهيا رغم صعوبة الأجواء هناك ان هو لا حاطت في دماغه مباراة السوبر وبيجهز لها بداية من المباريات اللي في الدور التمهيدي ان شاء الله بكرة الفوز طبعا لنادي الأهلي بإذن الله طبعا نتمنى الفوز لنادي الأهلي اللعبة برضو ياخدوا المباراة بجدية ونحتفل الاحتفال اللي احنا مستنينه بقى شهرين عشان نحتفل بدرع الدوري وان شاء الله قبل مباراة السوبر الأفريقي بإذن الله نكون معاكم دايما في كل جديد وشكرا لكم السلام عليكم